بعد هزيمته المدوية في انتخابات السبتمبر المنصر حزب العدالة والتنمية يعيش على إيقاع تداعيات أزمة مالية خانقة بإقرار بن أمينه العام عبدالإله بن كيران وذلك بعد مطالبة مجلس الحسابات له بإعادة مبلغ يناهز 800 ألف دولار المتعلق بالتصبيق الذي تقدمه الدولة للأحزاب قبل الانتخابات ميزانية الحزب الفلوس اللي عندنا دابة إلا خلصنا وزارة الداخلية ريال ما يبقاش عننا تراجع الحزب من 152 برلماني إلى أقل من 14 أو 13 المقعد بحيث أنه لا يتوفر حتى على فريق برلماني فطبيعا أن هذا سوف يؤثر على مداخله المالية والآن يعني بعد طلب المجلس الأعلى للحسابات بإرجاع مبلغ 800 مليون سمتين التي منحت له كدعم انتخابي اليوم أعتقد أن الحزب في حال دفع هذا المبلغ سوف يصبح في حالة كساد تام هزة ارتدادية لزلزال أزح حزب العدالة والتنمية من صدارة المشهد السياسي تزيد من تعقيد وضعه الداخلي أزمة مالية لجأ معها الحزب إلى تسريح عدد من موظفيه واتخاذ إجراءات تدبيرية يعيش العدل والتنمية إفلاساً سياسياً ومادياً بسبب تسونامي انتخابات الشرعية والجماعية ولمجلس المستشارين تمناها سبتمبر الماضي وأثر هذا التسونامي على الوضع السياسي داخل حزب يتشاهد سرعاً بين قياداته بين الرعي الأول والملتحق الجدد من الحزب سيتوقف عن بناء مقرية الجديد وسيدعو أعضاءه إلى جامع تبرعات لكي يستمر وكان الحزب المتزعم للأغلبية الحكومية سابقاً قد أعلن في وقت سابق عن تراجع ميزانيته من حوالي ثلاثة ملايين دولار إلى حوالي ثلاثة مئة ألف دولار فكيف السبيل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ سؤال يتردد في صفوف أعضاء الحزب في انتظار أجوبة أمينه العام وما قد يقترحه من حلول ضائقة مالية تأتي بعد الانتكاسة الانتخابية فهل ينجح الحزب الذي تصدر واجهة المشهد السياسي بالمغرب لعقد من الزمن في تجاوز أزماته؟ وهل ينجح بن كيران في ترميم بيته الداخلي الذي بات بحسب المراقبين أيراً للسقوطة؟ فدوم رابطي قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر